مرحبا طلابي طلاب الصف السادس الإعدادي إن شاء الله تكونوا بخير وياكم الأستاذة أسيل زيد العزاوي من منصة أدرس العراق في هذا الفيديو رح أشرح لكم الأسئلة الوزارية الخاصة بموضوع جمال الوصل Relative clause والموجود في اليونت الخامس من كتاب الصف السادس الإعدادي Number one, the story won the first prize It plays many writers والمنطوق يكون combined with a relative clause يعني إجمع الجملتين نجمعهم بضمير وصل فبما أنه أول شيء لازم نعرف وين الإسم الرئيس لأنه عندنا ثلاث حالات وعندما يكون الإسم الرئيسي في بداية الجملة وفي وسطها وفي نهايته فكل حالة عندها طريقة للحل فبما أنه the story won the first prize الجملة الثانية عندنا ضمير يدل على الجماد إذن على اسم جماد في الجملة القرآن فمن هو the story إذن هو الإسم الرئيسي واقع في بداية الجملة فننزل the story وبعدها بما أنه الإسم الرئيسي جماد فنختار أما which or that وننزل الجملة الثانية للجملة الأولى وطبعا نحذف من الجملة الثانية إذن ضمير الفاعل إذن وننزل placed many writers وبعدها نكتب الجملة الأولى فيكون جوابها يعني جاي بيها بالوزارة مرة ألي ومرة ألبرت still rides a bike هيز بين قوسي يعني هيز 80 هو عمره 80 سنة جاي نيوز يعني استخدم أو أربط الجملتين مستخدما هو فمنطينا أداة الربط فإحنا بما أنه نبحث عن الاسم الرئيسي نلاحظ منه بالبداية my ankle Albert والجملة الثانية به هي هي دول على اسم عاقل في الجملة الأولى إذن من هو my ankle Ali or Albert هو هذا الاسم الرئيسي فوقع في بداية الجملة فننزل كما هو my ankle Ali وبعدها نكتب أداة الربط ضمير الوصل who وبعدها نكتب الجملة الثانية للجملة الأولى وطبعا نحذف من الجملة الثانية ضمير الفاعل he وبعدها ننزل الجملة الثانية بعد مكتبنا who إنه زي الجملة الثانية بدون الhe وبعدها الجملة الأولى فصر جملة my ankle Ali or Albert who is 80 so write a bike هنا بهذه الجملة نضع فواصل أو الفوارز ليش؟ لأنه الاسم الرئيسي معروف العم Ali أو Albert معروف لذلك نخلي فارزة قبل ضمير الوصل who وفارزة أخرى قبل الفعل الرئيسي من الجملة الثانية فاستل هو ظرف فنخليه قبل الاستل لأن استل تابع لي الجملة الثانية number three Babylon City هنا عدنا اختيارات which are that أو where عدنا people like to go say seeing is a beautiful place يعني مدينة بابل اللي الناس يذهبوا لها للسياحة يعني مكان جميل فبما أنه عدنا بداية قبل القوس عدنا Babylon City اسم مكان وبعد القوس وطبعا هي which that أيضا تجو إذا بالبداية يعني اسم مكان أو جماد فأيضا تجو which أو رضعت لكن نحن نبحث عن البعد القوس شنو البعد القوس يعني هو الثانيات هم يجون ويا Babylon City نقدر نستخدم which ونقدر نستخدم where لكن لها بعد القوس بعد القوس شنو عدنا اسم people فلذلك which ما تيجي يعني بعدها بعد القوس إذا كان بعد القوس عدنا اسم ما يجي ما نختار which or that نختار where فلذلك تكون جملة Babylon City where people like to go sightseeing is a beautiful place number four the tiger's hotel has a fabulous pool يعني فندق دجلة بمسبح رائع the pool open two months ago يعني المسبح فتحا قبل شهرين use the correct relative pronoun to make one sentence استخدم الضمير الضمير وصل مناسب حتى تعمل جملة واحدة فنبحث عن الاسم الرئيسي لاحظ بأنه الاسم الرئيسي واقع في نهاية الجملة لأنه إذا عدنا اسميا لمكان وبيناتهم هاز مثل ما أخذناها بالقاعدة فنختار الاسم الثاني هو يكون الاسم الرئيسي فواقع نهاية الجملة فننزل جملتين كما هي ونحذف من الجملة الثانية the pool لأنه ما عدنا ضمير فاعل هو فقط the pool الاسم الرئيسي فنحذف ونخلي بدل which لأنه جمعت the pool هو جمعت فإذا كنختار which فنكتب الجملة the tiger's hotel has a fabulous pool which opened two months ago حذفنا the pool من الجملة الثانية number five سهيب whose or whose brother lives in California is planning a trip to the USA هنا قدنا قبل القوس اسم عاقل واثنين هم whose whose الأولى هي who is معناها اختصرنا ال is فأصبحت who's للعاقل وهوز للملكية الثانية الثانية هم يجون قبلهم اسم عاقل لكن بعد القوس اللاحظ بعد القوس عدنا اسم brother فإذا نختار who's هو لازم الأولى يكون بعد القوس فعل فما عدنا فعل فإذا عدنا اسم brother فنختار whose سهيب whose brother lives ونكمل بقية الجملة number six the star restaurant has a lovely garden you can have a meal there on summer evenings use the correct pronoun to make a sentence هنا عدنا أيضا جملتين أريد نعرف وين الاسم الرئيسي واقع the star restaurant has a lovely garden عدنا جملة بالبداية بها اسمين رئيسيين وبالوسط عدنا has بين عتهم فقلنا نعتبر الاسم الثاني هو الاسم الرئيسي a lovely garden من الجملة الثانية شو نحذف من الجملة الثانية عدنا you وعدنا there ومثل ما ذكرنا بالقاعدة بأنه موجودة there بالجملة الثانية هي تكون مسيطرة على الجملة وهي اللي نحذفها وهي يتحدد لنا ضمير الوصل there عدنا على المكان إذن نختار where فالyou بالجملة الثانية ما تنحذف نحذف there لأنه راح نخلي بدلها ضمير الوصل where فننزل الجملة كما هي the star restaurant has a lovely garden where وضعنا بدل النقطة where where you can have a meal on summer evenings حذفنا there من الجملة الثانية number seven I always go to that garage for repairs it was closed today the garage ومن ضينا فراغ انكمل الجملة was closed today combined to make a defining relative clause يعني اجمع الجملة حتى تكون جملة توصل تعال بهذه جملة عدنا طريقتين لحلها اذا ما طلب مننا بيء الوزاري اي ادات نستخدم او اي ضمير وصل نستخدم فاذا نقدر نستخدم which or that ونقدر نستخدم where فنستخدم which or that the garage طبعا لانه نبحث اول شي عن الاسم الرئيسي I always go to that garage for repairs it من الجملة الثانية عدنا it ندل على اسم جماد في الجملة الاولى من هو الاسم الجماد that garage فاذا اختارنا وعرفنا الاسم الرئيسي والواقع في وسط الجملة الان اي ادات نستخدم نقدر نستخدم which ونقدر نستخدم ايضا which or that ونقدر نستخدم where هنا بما انه محددين ان نستخدم where فاذا استخدمنا اي ادات استخدم which or الاولى وبعدين ننزل الجملة الثانية فنكتب the garage which or that i always got to for repairs was close today حذفنا من الجملة الثانية it ضمير الفاعل it ونزلنا هذا الحل الاول للجملة هاي اذا ما محددين بضمير وصل لكن اذا حددونا بالوزارة ان نستخدم where فاذا كأكو بعض التغييرات فهي نفس الجملة هنا محددين اجمع جملتين بwhere حتى تكون جمال وصل تعريفية فمن نخلي where بالجملة لازم نحذف التو من الجملة فقط هذا التغيير الوحيد ونفس الخطوات السابقة بالضبط نبحث عن الاسم الرئيسي لحظة بواسط الجملة ذات garage لنعدنا بالجملة ثانية it فنحذف it من الجملة الثانية وذات garage نخلي لها the garage ونكتب where وننزل الجملة الاول يلا الجملة الثانية I always go بدون التو لين حذف نها ويال where ما تيجي to for repairs وننزل بقية الجملة الجملة الثانية was closed today بدون the garage where I always go for repairs was closed today number nine the hotel has a swimming pool it is very big use the correct pronoun to make one sentence استخدم ضمير وصل لتعمل جملة واحدة فعدنا هنان جملتين وطبعا عدنا بالجملة الاولى عدنا اسمي اللي مكان وبيناتهم هالز فالاسم الثاني هو اللي نعتبر الاسم الرئيسي وهو جماد فاذا نستخدم that or which فنكتب طبعا بما انه الاسم الرئيسي بنهاية الجملة ننزل جملتين كما هي ونحذف من الجملة الثانية it ضمير الفاعل it فنكتب the hotel has a swimming pool that is very big number 10 فاتما whose or who photo was in the newspaper yesterday is very talented girl choose اختار بما انه الاسم الرئيسي عاقل اذا نختار الاسم عاقل لكن ننظر لا ما بعد القوس بعد القوس عندنا photo photo اسم من اللي نختار ها طبعا who's لانه اذا كان فعل نختار ها لكن هنا اسم فاذا نختار who's number 11 the person who or who's stole the money must be punished يعني الشخص اللي يسرق النقود يجب ان يعاقب عدنا اسم عاقل قبل القوس وعدنا بعد القوس فعل فاذا من اللي نختار بما انه عدنا فعل اذا نختار who number 12 بشير is going to buy a car very soon he passed his driving test last week المنطوق عدنا استخدم ضمير وصل صحيح حتى تعمل جملة واحدة نبحث عن الاسم الرئيس نلاحظ انه عدنا بشير ونشوف من الجملة الثانية عدنا بداية he اذا ندل على اسم عاقل في الجملة الاولى من هو الاسم العاقل هو بشير اذا نزل وواقع الاسم الرئيس الآن في بداية الجملة فننزل بشير وبعدها نكتب هو لانه اسم عاقل وبعدها نكتب الجملة الثانية بعد ما نحذف الهي منها وبعدها نكتب الجملة الاولى فنكتب بشير كتبنا الجملة الاولى اخر شي وطبعا نضع فواصل ليش لانه الاسم الرئيسي معروف بشير فاذا نخلي قبل ضمير الوصل فاصلة وقبل الجملة الثانية الفعل من الجملة الثانية فخلينا قبل الاس من الجملة الثانية فاصلة ايضا اجمع بضمير وصل فنبحث عن الاسم الرئيسي نلاحظ منه عندنا grand mother ونشوف من الجملة الثانية عندنا she she يدل على اسم عاقل في الجملة الاولى وهو منه هو grand mother فننزل grand mother وبعدها نكتب ضمير الوصل هو منه who لانه اسم عاقل فنكتب my grandmother who ونكتب الجملة الثانية بعد ما نحذف الشي منها يلا نكتب الجملة الاولى فحذف فحذف حذف نشي وبقط is 90 نكتب who is 90 ونكتب الجملة الاولى still remember her childhood number 14 my sister who or whose favorite food is pizza is having her birthday party at an italian restaurant فعدنا اختيارت هنا بما انه اسم عاقل قبل القوس الثانية هم يصير نستخدهم لكن بعد القوس نشوف عدنا favorite food اسم فلذلك نختار whose لانه food هو اسم فلذلك نختار whose number 15 they've knocked down the restaurant we had a meal there last year نبحث عن الاسم الرئيسي نلاحظ بانه عدنا بيئة جملة الثانية عدنا there ودللنا على المكان فبالجملة الاولى من الاسم اللي يدللنا على المكان عندنا فقط restaurant هو اسم الرئيسي والواقع في نهاية الجملة فشنو نحذف نحذف من الجملة الثانية there ونخلي بدلها طبعا ننفس مكانها بدل النقطة نخلي where لانه ندللنا على المكان تكون there مسيطرة على الجملة و we بداية الجملة الثانية ما نحذف نهائيا فنكتب الجملة الاولى كاملة they've knocked down the restaurant where we had a meal last year حذفنا there من الجملة الثانية فطبعا المنطوق هو بالسؤال مثلا ما تلاحظون combine to make a defined relative clause يعني اجمع حتى تكون اجمع جملة حتى تكون جملة الوصل التعريفية number 16 Selwa wants to be an interpreter Selwa تريد تكون مترجمة she speaks three languages join هذا المنطوق منطوق السؤال join by using the correct relative pronoun يعني اربط join معناها اربط باستخدام ضمير ووصل صحيح فنبحث اول شي عن الاسم الرئيسي لاحظ بانه الجملة الاولى بها Selwa والجملة الثانية لاحظ بانه شي يدل على اسم عاقل في الجملة الاولى من هو الاسم العاقل سلwa اذا الاسم الرئيسي واقع في بداية الجملة فننزل سلwa وبعدها نختار هو لانه اسم عاقل وبعدها نكتب الجملة الثانية بعد ما نحذف منها الشي ونكتب الجملة الاولى فنكتب هو speaks حذفنا الشي من الجملة الثانية speaks three languages wants نكتب الجملة الاولى wants to be an interpreter number 17 the book was missing it has the information i wanted فمنطينا حل الجملة بداية منطيكم بالوزارة the book وفراغ combine to make a defining relative clause يعني اجمعها جملتين حتى تكون عبارة وصل او جملة وصل تعريفية فنكتب اوشي نبحث عن الاسم الرئيس هما منطينا الاسم الرئيس لكن اذا ما منطينا احنا نبحث عنه نلاحظ بانه the book عدنا بالجملة الأولى والجملة يعني تعود على اسم جماد بالجملة الأولى فإذا هو the book الاسم الرئيس وواقع في بداية الجملة فنكتب the book وبعدها نكتب which or that لأنه جماد وبعدها نكتب الجملة الثانية ونكتب الجملة الأولى ولكن من الجملة الثانية نحذف ضمير الفاعل it فنكتب the book which or that has the information i wanted was missing number 18 كاليل جبران يعني خليل جبران who or whose wrote a book called the prophet was a famous Lebanese poet يعني خليل جبران اللي كتب كتاب عن النبي أو الرسول هو شاعر لبناني مشهور فبما أنه الاسم الرئيسي عاقل ولكن لاحظ بأنه بعد القدس شنو عدنا فعل فلكن نختاره number 19 horse riding is my brother and his favorite sport is expensive يعني ركوب الخيل فبما أنه عدنا ركوب الخيل هو اسم جماد فلذلك نختار منه whose or which فلذلك نختار which وبعد القوس عدنا فعل is فلذلك اختار which number 20 بيروت where or which is full of cafes is very interesting يعني بيروت اللي مليانا بالكافتريات هي جدا ممتعة فهنا عدنا بيروت مكان هو أيضا يعتبر جماده ويعتبر اسم مكان لكن شون اثنين هم يصيرون where or which لكن بعد القوس اللي لاحظ بعد القوس عدنا is فعل فمنه اللي نختار طبعا نختار which لأنه which يجي بعد القوس لازم يكون فعل أما where يكون اسم فلذلك ما نختار يعني سيارته تعطلت هو اشتراها الشهر الماضي فمنطينا جملة the car وعدنا فراغ فنبحث عن الاسم الرئيسي عدنا his car ومن الجملة الثانية عدنا he bought it last month عدنا it وعدنا he منه يكون مسيطرة على الجملة طبعا it لأنه مثل ما ذكرت منه it أو there يكون مسيطرة على الجملة هم يحددون ضمير الوصل المناسب it تدللنا على الجمال فذا نختار which or that فالاسم الرئيسي واقع بداية الجملة ننزل طبعا مو his car قلنا his نحذف نخلي the car إذا كان a or an or his ضمائر يعني تملك نخلي the the car وبعدنا ننزل which or that وننزل الجملة الثانية بعد ما حذفنا the it منه وبعدنا ننزل الجملة الأول عفنا نكتب the car which or that he bought last month has broken down number twenty-two the university was comfortable I stayed there for four years combine using where هنا محددين نستخدم where في ذلك نبحث عن الاسم الرئيسي نلاحظ بأنه عدنا the university hostel فنكتب the university hostel وبعدها نكتب where وننزل بما أن الاسم الرئيسي وقع في بداية الجملة فننزل الجملة الثانية نحذف منها there ندل لنا المكان ونكتب الجملة الأولى the university hostel where I stayed for four years was comfortable number 23 the person stole the money he must be punished combine with who هناك هذه الجملة الحل هنا جاهز فقط نخلي يطلب بنا أن نضع who يعني هم أمرت بنا إياها فلذلك نضع فقط who بالوسط فنكتب the person طبعا هو ضمير الوسط يكون بعد الاسم الرئيسي the person who وننزل بقية الجملة كما هي ونحذف فقط اله من الجملة الثانية number 24 this is the girl وعدنا فراغ comes from Spain use a relative pronoun استخدم ضمير وصل فقط نخلي يطلب مننا أن نخلي ضمير وصل بما أنه the girl اسم عاقل وبعد القوس عدنا فعل فلذلك نختار who the girl فقط نكتب who number 25 my friend Adam caught three huge fish yesterday he loves fishing يعني صديقي Adam أمسك ثلاث سمكات كبيرة البارحة هو يحب الصيد combine the two sentences with relative pronoun اجمع الجملتين بضمير وصل فنبحث عن الاسم الرئيس اللحظ my friend Adam والجملة الثانية به he دلنا على اسم عاقل في الجملة الأولى إذن هو my friend Adam فنكتب ها وبعدها who وننزل الجملة الثانية على الجملة الأولى بعد ما نحذف من الجملة الثانية my friend Adam who loves fishing caught three huge fish yesterday number 26 my ankle is 70 he still rides a bike combined with relative pronoun اجمع بضمير وصل فالاسم الرئيس هو my ankle وعدنا بالجملة الثانية he الدل على اسم عاقل إذن my ankle هو بداية الجملة يعني الاسم الرئيس واقع في بداية جملة فنكتب my ankle وبعدها who لأنه اسم عاقل ونكتب الجملة الثانية على الجملة الأولى ونحذف من الجملة الثانية he ضمير الفعل فصير my ankle who still rides a bike is 70 number 27 I spoke to a lady on the phone she told me to call back later فمنطينا جواب هذا lady منطينا الاسم الرئيس told me to call back later يطلب أن نكمل بالوسط يعني الفراغ combine define relative class فبما أنه منطينا الاسم الرئيسي لكن إذا ما منطينا الاسم الرئيسي إحنا نبحث عنه لاحظ بالجملة الأولى عندنا lady وشو نتأكد أنه هذا الاسم الرئيسي نجي على الجملة ثانية نلاحظ عندنا شي بدايت هي اسم عاقل الدول على اسم رئيسي أو اسم عاقل في الجملة الأولى منه هو lady إذن وبعدها نكتب بما أنه الاسم الرئيس واقع في وسط الجملة إذا نكتب الجملة الأولى يلا الجملة الثانية وطبعا نحذف من الجملة الثانية ضمير الفاعل شي فصير the lady who I spoke to on the phone told me to call back later but 28 my cousin Mike who or which loves skiing is going to buy a holiday home in the Swiss Alps وهنا عدنا الاسم قبل القوس هو اسم عاقل وبعد القوس عدنا فعل فمن نختار نختار هو لأنه وش يكون طبعا جمال 29 Morocco which or where is one of the most beautiful countries in the world attracts lots of tourists every year يعني ماراكو المغرب اللي تجذب اللي هي واحدة من الأماكن طبعا أو البلدان الجميلة أو الأكثر جمالة في العالم تجذب الكثير من السياح كل سنة فبما أنه هي اسم مكان أو اسم هم تعتبر جماد لكن نلاحظ أنه بعد القوس بعد القوس عندنا شنو is فمن نختار يعني أكو طلاب يجوز راح مباشرة يجون على where لأنه ماراكو اسم مكان لكن نلاحظ اللي بعد القوس which أيضا تجوية اسم المكان نلاحظ is فعل إذن ما نختار where ويكون اسم فإذا نختار which هذه كانت الأسئلة الوزارية الخاصة بالموضوع Relativity Close جمال الوصل والموجودة في اليونة الخامس إن شاء الله تكونوا استفادتم من الفيديو وانتظروني دائما في فيديو جديد فقط على منصة درس العراق اشتركوا في القناة